ويقوم نركازا في توقعات الأبراج برج الكلب أنا أنصحك تحضر وتشاهد توقعات 2020 لحسب الفنق شوي جزء الأول وجزء الثاني حطيت لك الروابط تحت هذا الفيديو أيضا إذا أنت ما تعرف أي شيء عن الحلفاء والصديق السير والأبراج راح تلاقي كل الروابط تحت هذا الفيديو برج الكلب النجمة رقم 8 التي تقع في اتجاه الشمال الغربي مهم جدا تحضر جزء الأول وجزء الثاني اللي حطيت لك الروابط تحت هذا الفيديو حتى تعرف تأثير النجمة رقم 8 عليك النجمة رقم 8 تقع في تجاه الشمال الغربي الحلفاء بالنسبة لك هم برج النمر وبرج الحصان أما الصديق السري برج الأغنب ما معنى هؤلاء الأشخاص النمر والحصان والأغنب إذا أنت قمت بعمل وياهم شراكة بزن الصداقة زواج حيكون من يعني علاقات ناجحة جدا جدا في كل الجوالب توقعات برج الكلب عندك طاقة تحضر رواعة لأنه أنت ببساطة متأثر بنجمة الوفرة رقم 8 أيضا راح تحضر بأفضل ما موجود بهذه السنة لماذا؟ لأن الفرص والطاقات كلها عندك توب 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 بسبب وجود النجمة الثمانية حاول أنك تسيطر على مشاعرك هذه السنة فتوقعاتك أنه راح تحضر بأفضل ما في السنة لأن الفرص عندك آلي بسبب النجمة الثامنة حاول تسيطر على مشاعرك حاول أنك تكون في حالة توازن حاول أنك تمارس التأمل أيضا حاول أنك تتخلص من الأشخاص السلبية حوالينك لا تنطيهم أي اهتمام لأنه راح يأثرون سلبيا عليك الأشهر الإيجابية إليك اللي هي اللي تسافر بيها تسوي بيزنس بيها عمل شراكة زواج حمل ولادة شهر ثلاثة شهر خمسة شهر ثمانية شهر تسعة شهر أشرة شهرة ثمانية الأشهر السلبية أو الشهر الوحيد هو شهر سبعة وأرجع أرلك كل الروابط حطيت لك إياها تحت هذا الفيديو حتى تعرف تأثير النجمة ثمانية عليك وتعرف ما معنى الحلفاء والصديق السلي كانت ياكو نور كايزين